أعلن تلهيئة الاتحادية لرقابة النووية الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكا للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواه للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الضفر بإمارة أبوظبي وذلك على مدى الأعوام الستين المقبلة وينقل براكا مسار التنمية في الإمارات لمراحل متقدمة تضع الدولات ضمن نادي الكبار وفقا لالتزامها ببناء اقتصاد وطني متنوع وموائم للمتطلبات والمعايير العالمية لمواجهة تحديات التغيير المناخي والمحافظة على استدامة المورد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية